بيد ماهرة وأفكار مبدعة يخلق أصحاب صناعة الأحذية المحلية في العاصمة الاقتصادية وذيبو مجالا للعمل وكسب القوت اليومي للعديد من الشباب الموريتاني ولا يزال العاملون في هذا المجال والتمسكين بهذه المهنة ومصرنا على مزاولتها وبتكرنا مواد أولية وبطرق حديثة جعلتهم وجهة للزبائن بدأنا بداية فعلية 2010-2011 سابقا لك كنا لا حكمنا نتعلم وكنا نفرمعه هنا تياها الحمد لله وجبنا الصعوبات وتغلبنا عليها وجبنا ياسم المثابرة وياسم الجد وياسم الطموح وياسم الشيء وفي جانب آخر من المدينة وبعزيمة وإصرار يواصل المختار وزملائه العمل في ورشتهم التي يتحدد صاحبها عن تجربته وكيف استطاع أن يتجاوز عقبته نظرة البجتمع للعمل اليدوي العمل جبار تبارك الله نحن مفتخرين به وحاسم إن شاء الله أننا السنوات نحن نعدلوه تبارك الله عندنا في خبرة جيدة وفي قبال على المولي إن شاء الله الزبون وما جاء الناس مشجعتون الحمد لله العالمين نحن مولي تبارك الله شايفين فيه دواتنا ومختنعين به وجابرين فيه نتيجة ونحث الشباب على أنهم عودوا دائما يختاروا المهنة لأن المهنة دائما تعودية يشبه في جميعنا واحد ويحس على أنه ينهض تبارك الله بصناعة جيدة مواكبة للعصر مثلا تقريبا نحن إن شاء الله رأينا نعدلوه رشاق يقولوا العليات خونت هذا النوع من الأحذية من عائل العليات وإن شاء الله الناس مواكبة عليهم وهذا الناس كانت تتقذ عليهم ولا من الخارج وليوم أصبحنا نحن نعدلوهم هون ووفر هذا البجال فرص عمل لعدد من الشباب العاطلين عن العمل موفرين من خلاله دخلا معتبرا جيتون للمهنة زيانة أنجل الحمد لله واخترت أن نتعلمها لذلك تقريبا في سنة زائدة الحمد لله ولله الحمد ورق بعد ما شاء الله الحمد لله التحسن الحمد لله طريقة نطبق بيها الآن طريقة الحمد لله لنعدلها بيها يحفظ العاملون في الورشات في جزء من صناعتهم على جانب الصناعة التقليدية الذي يشكل جانبا من التراث المحلي